بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من قناتنا ازاية ربي كلبك معك والدي يونس وجوليا. النهاردة هنرد على الاسئلة اللي بجدلنا من حضراتكم ان شاء الله. اول سؤال معنا لو سمحت الكل مش بياكل غير لما حطت الاكل في ايدي وياكل من ايدي ممكن يقعد كتير من غير اكل. لو ما اكلتهوش بايدي اتصرف ازاي? اخطر حاجة يا باشا او السلوك اللي مش كويس جدا ان الكلب لما ما يرداش ياكل ان احنا ناكله بايدينا. حضرتك زي ما قلنا قبل كده في الفيديو بتاع كلبي مش بياكل. حضرتك تتأكد ان الكلب ولا عنده ديدان ولا برد ولا عيان ولا عنده حاسية. اللي هي المسببات ان الكلب مش بياكل تحط الاكل. تلت ساعة نص ساعة بالكتير قوي. كلب ما كلش تشيل الاكل. لكن تأكله بيدك. الكلب كده هيبدأ يتقنف على الاكل وهيتعود. وهيبقى كسول جدا في الموضوع ده وهيتعبك. نحضر تماما يا جماعة. الكلب ما بياكلش. اللي يكل على درس وينفع نفسه. تمام زي ما الناس بتقول. الكلب مش عايزين نعوده على موضوع الاكل بالايد. ده سلوك سيء جدا للكلب لو تعود عليه. على فكرة جوليا من اسبوعين تلاتة كده بدأت تتقنف على الاكل اللي طبقت معاها نفس النظام خلاص هي جعت يوم وانتهى الموضوع على كده ورجعت تاني زي الاول. ليه? لان خلاص الكلب اتعود ان في نفس المعاد بيتحط له نفس الكمية من الاكل. فخلاص بدأ يتقنف على الاكل وبدأت بقى تاكل وهي اخدى وضع داون. وبتاع خلاص مفيش شراها على الاكل. نرجع الشراها دي تاني ازاي? نرجع الفيديو بتاع كلبي مش باكل. لأستاذ محمد عصام. عندي سؤال مهم مش لقي له اجابة يا ريت حضرتك ترد علي عندي كلب مرة واحدة لقيته بنزل تلات او اربع دودات في كل مرة يعمل حمام براس فيها. الموضوع ده بقى له عشر تيام ومش عارف اعمل ايه. اديت له فلاجيل بقى لي خمس تيام ولسه لحد الوقت بينزل دود. هو بيتبول اربع شهور. الفلاجيل يا جماعة مش علاج للديدان. الفلاجيل علاج لكائنات وحيدة الخلية زي الاميبة. الفلاجيل بنديه هو والانتنال بس الفلاجيل احسن من الانتنال. في الفترة اللي هي لما ندي جرية الديدان ونكررها بعد اربع تاشر يوم بنديها في النص. يا اما بعد ما تخلص جرية الديدان. علاج الديدان هتلاقي حضرتك في فيديو اسمه ديدان الكلاب. وفيديو اسمه افضل وارخص طريقة لعلاج الديدان. لكن الفلاجيل مش هيعالج الديدان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا ابغي اسألك عن حاجة. اول شيء. فعشان كده انا بسألك طبعا انا جديدة على تربية الكلاب واول مرة ربي انا كلبتي عمرها اربع شهور وانا جبتها لما كان عمرها شهرين. المشكلة عندي العضل. انا عارفة انه فترة التسنين. بس هي بتعد قوي. مرة من كتير ما انه قوي. لما تعدني بدي يطلع دم. لو معلش هي اللغة انا مش معلش يعني. لو تشوف ايدي كلها جروح ولما لو ما اسبها وامشي تعض رجلي. يعني احس مستحيل يوصل التسنين لهذه الدرجة. واخاف كمان لما تكبر توصل للموضوع ده. انا فامر النهي بستعمل طريقة الاكل. وانا لما امنعها عن الاكل تنبح لي وتعضني بقوة. لا ده مش من التسنين. ده لعب. زائد ان الكلب مش احنا شخصيتنا مش قوية عليه. فرض الشخصية امر النهي وتدريبات الطاعة. قلنا فيديوهاتها موجودة على القناة في فيديو الرد على الاسئلة الاخير. ده مش تسنين. ده اللعب والكلب بيتمادة في اللعب. اما امر النهي ما بنعلمهوش بالاكل. امر النهي عملنا فيديو اسمه تعليم بالحدود المكان وامر النهي. لو شخصيتنا مش قوية على الكلب. الكلب مش هيسمع كلامنا وحيتمادة. يعني جاي يلعب حقول له لأ خلاص اكني ما قولتش حاجة. فرض الشخصية. فرض الشخصية مش يعني ضرب. تمام? فرض الشخصية مش يعني معاملة وحشة. لا. احنا فرضين شخصيتنا على كلابنا وبنعملهم في نفس الوقت باسلوب كويس. تمام? ففرض الشخصية ده يا جماعة ملوش علاقة ان انا بعمل الكلب وحش ولا لا? لا معاملة الكلب وحش دي طريقة تانية. لدرجة ان انا من كم يوم لقيت احد الاولاد عندي بدأ يكلم جوليا بطريقة ايه? هي كان بيلم حكته وبتاعه الكلام ده. فجوليا عاملة عطلة. فكل شوية اوعي مش عارف ايه? لقيت الطريقة مش كويسة قلت له عامل كلبتك بطريقة احسن من كده. وخلاص الموضوع تزبط تمام? لكن فرض الشخصية مش معناها المعاملة الوحشة. لا معناها ان احنا بنسيطر على الكلب. الكلب لو حاس ان احنا شخصيتنا قوية حيستوعب ويسمع كلامنا. شخصيتنا مش قوية الكلب حيعمل لو عايزه. ومهما حضرتك قلت ومهما ضربت مش حيسمع الكلام. مصطفى محمد. يا كابتن انا صاحب الشاركة اللي بعاش معاه لحد ستين يوم. وجاله بارفو وروح للدكتور كان بياخد حوقنا فالكلب عد صاحبي من ايده وجاب الدم. وبعدها الكلب مات بخمس ساعة. والعضة عد عليها اربع طيام من غير اي حاجة. هو المفروض يحصل ايه يا كابتن? اعتقد بنسبة مية في المية ما عندوه السعار الا لو كلب غريب عده. تمام? السعار ما بيتنقلش غير بالطريقة دي. والبارفو مش هيتنقل لصاحب حضرتك. البارفو ما بيجيش للانسان. فان شاء الله بازن الله ما فيش اي حاجة هو ياخد حقن التيتانوس مش اكتر من كده. لكن الاقمن بنسبة مية في المية ياخد مصل السعار زي ما قلنا في الفيديو بتاع السعار. الاستاذ احمد العليمي. السلام عليكم. عليكم السلام ونحط الله وبركاته. هو النتاية لو نط عليها دقارين عادي ولا لا. والاتنين افخم من بعض. هي حتلقط من واحد بس يا راشا. حتلقط من واحد بس. الاستاذ احمد يوشا. اولا الف مبروك على التقييم. الله يبارك فيك يا باشا. ممكن الاجابة على سؤالي ومضطر. نحن جايين على فصل الشتاء. والكلبة هيقضي وقت البرد والليل في البوكس. ولما بحطه في البوكس بتهاوهاو. وبتسرع الحارة. الحارة يعني المكان اكيد هو من بلد تانية. عم حطة عم حطة من اتناشر مسائل لسبعة الصبح بس عشان يتعود للشتاء. شو حل الهاوهاوة? مع العلم البوكس على السطح ومربوط جوه البوكس ومفتوح الباب. لأ حضرتك لو لو نلاحز البوكسات اللي انا عاملها فوق مصمطة. مصمطة ليه? عشان برد الشتاء ومية الشتاء ما تدخلش والشمس بتاعت الصيف. وكمان عشان حاجة تانية. عشان لو في فوار بتاع معادي على السطح الكلب ما يشوفهوش. حضرتك هتربطه جوه البوكس وفتح الباب. الكلب شايف ان الباب مفتوح عايز يطلع. مش هيبطل نباح. مش هيبطل هاوهاو. لأ حضرتك افل البوكس واسيبه في البوكس من غير ما يتربط. سبعة ساعات مش مشكلة. كينجو. ازاي قفتم الجرائي عندهم واحد واربعين يوم. بسرنجة كده. كل يوم شرطتين مية. نزودهم تاني يوم نفس سنتي مية. الكلام ده يزيدوا بالتدريج. زبادي لايت او زبادي بلدي متشال الوش بتاعه. نفس الكلام ونزودهم بالتدريج. نبدأ نحط سيريلاك. نبدأ نحط الفورميلة موجود في الصيدلية. ده مكمل غزائي للاطفاق زي وزي سيريلاك. ممتازين جدا. نيجي بعد كده كان المفروض حضرتك تبدأ الموضوع ده على عمر خمسة وعشرين يوم واحد واربعين يوم متأخر. كل ده بجانب الرضاعة. بعد حوالي عشر ايام ابدأ حضرتك زود اكل بالتدريج شربة خضارة عليها لحمة متنسلة زي ما بنأكل للطفل البابي الصغير اول ما يبدأ يأكل الكلام ده. المهم اكل كله مهروس في مهروس. وندخله بالتدريج المحصلة ندخل الاكل بالتدريج عشان ما نصدمش مادة الكلب. زي ما قلنا قبل كده مادة الكلب حساسة جدا لاي حاجة تدخلها غريبة. بندخل اي غزة بالتدريج واحدة واحدة عشان ما ما يجيلوش اسهال. اول حاجة لو صدمنا معديته هيجيلو اسهال. نبدأ بقى نحط بضايا مسلوقة بتاع الكلام دوت. ونبدأ نعلل الرضاعة واحدة واحدة ان شاء الله. بودي عباس. كابتن وليد لو سمحت كلبتي بتلف وراضي لها كتير وبتزوم وهي بتعمل كده والفترات طويلة. ايه السبب? اعتقد الغده الشراجية. يا امم محتاجة تتفضى. يا اما سبناها كتير قوي من غير ما نفضيها. فعملت بكتريا ووارد جدا يكون فيه خراج مدايئة حضرتك وديها للدكتور رجاء وديها للدكتور ضروري. عشان تتأكد من المنطقة دي سليمة ولا لأ. وفي فيديو حضرتك اسمه الغده الشراجية عند الكلاب. الاساز وليد ثابت. هي جوليا معاها بيديجري والبيديجري بيطلع ازاي? وايه الاسعار? والف مبروك لجوليا الله يبارك فيك يا باشا. اه جوليا معاها بيديجري. البيديجري بيطلع ازاي? لما الاب والام يكون معهم بيديجري بعد الجوازة قلنا قبل كده تلات مرات فيه دفتر اسمه دفتر والجوازات عامل زي دفتر الشيكات كده. بنسبت فيه الجراوي. وناخد البيديجري بتاع الاب والام ونروح الايكي اف اللي في القاهرة نطلع للجراء بيديجريهات. التكلفة تبقى حوالي ستمائة جينيه للواحد تقريبا اعتقد حاجة كده يعني. شكرا كتير هو الاسم مش بالصيني ولا بالهندي اعتقد بالعبري يعني. لان فيه ناس بتبعت لنا على فكرة من فلسطين بتكتب بالعبري ممكن هما. المهم يعني. شكرا كتير. عندي سؤال اللابرادور ينبح كتير لانه بدي اشتري جولدن ولا لابرادور. هما هادين صح عشان الجيران. الجولدن ولا لابرادور مش زي الجيرمن الجيرمن بينبح اكتر طبعا. ولكن حاكد تاني الكلب يا جماعة ما بينبحش غير بسبب. احنا مسلا عندنا الشقة اللي جنبنا احنا الدور بتاعنا. في خمس شقق. الجنب بتاعنا فيه تلات شقق. واللي جنبنا اللي اتنين مش موجودين. والجنب التاني فيه شقة واحدة. هما اللي ساكنين يعني اقصد. اه فجوليا مش متعودة ان الشقة اللي حوالينا الناس بتيجي. فهما لسا جايين مبارح. تمام? فجوليا نبحت لانه سمعت صوت غريب. خلاص يا جوليا سكتت جوليا انتهى الامر. لكن اللي معتقد ان الجيرمن ليل ونهارا عمال ينبح. لا ده يبقى ده يبقى جولدن ولا لابرادور هادين. لو انا بكان حضرتك هجيب لابرادور. انا معوزرا مش بحب الجولدن ايه. كده ان شاء الله الفيديو بتاعنا يكون خلاص. تحياتي لحضراتكم جميعا. واشوفكم بامر الله على خير في فيديو جديد من قناتنا زيت ربي كلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو عرفت ان احنا خلصنا? اول ما بنخلص بترفع رأسها فوق. خلاص هي فهمة النظام. على فكرة وانا بحط الرينج لايت والكاميرا والكلام دوت. هي عرفت ان احنا عنصور جات هنا وقعدت لوحدها. والله العظيم. ما شاء الله عليها يعني ربنا يحفظها ويحميها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.